قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أني يزورنا في فرنسا إن شاء الله إن شاء الله سأجدوا لكم الله خير على هذا البرنامج وبرك الله فيكم أيهاك الله نعم أخي عبد الله من سعودية فضل السلام عليكم وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحييكم نحيي الشيخ خاتمان الخنيف هياك الله فضل السلام عليكم فابعني أمين فضل حياك الله حديث سؤالين السؤال الأول بالحكمة من نحمن لبي نعم السؤال الثاني بالنسبة أخي شرح السؤال والسؤال والسؤال العجلة أعجب ربك العجب نعم نعم إن شاء الله إذاك الله خير هياك الله نعم مكالم أخرى بارك الله في مفضل الشيخ أبو عبد الرحمن فرنسا فرشيخ السهل يقول الفطور لأصحاب الهمم كما ذكر الأسباب والعلاج نعم أولا من نسبة لأخ عبد القادر نقول له أحبك الله ذي أعبتنا فيه وبالنسبة لأبي عبد الرحمن فرنسا يقول كيف العلم مع الفطور في الدعوة أن نعمل الخير وكذا النفوس لابد أن تروح وكما نزع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أرقا هو الإشكالية أن بعض الناس قد يجتهد في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو في غيرها من الأمور الخيرة ويبذل كل وقته ويهمل كل شيء في مقابل هذا الأمر ثم يحصل له الفطور وبعض من وفقهم الله تبارك وتعالى يفتر ثم يرجع نعم ويعود لله الحمد منه لكن الإشكالية في أن بعضهم عندهم يفتر يزيد 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 حتى يفتعد ويترك حتى ينتهي نعم حتى ينتهي الله مستعام ولذلك ينبغي للحاقل أنه يعني كما قال النبي أن المنبتل عرض القطع يجب علي أن يوازم بين الأمور نعم لا يهمل شيئا مقابل شيء أبدا ولا يعطي شيئا كل وقته ويهمل أشياء ويهمل أشياء أخرى فأنا أقول بالنسبة لي طلب العلم بالنسبة لدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تروح النفوس ولا بد أن يرعي الأمور كلها لا بد أن يكون له جدول محدد في طلب العلم تدول في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يرتب أموره من خلاله لا يقصر مع والديه لا يقصر مع أسرته لا يقصر مع جيرانه لا يقصر مع أصدقائه لا يقصر في طلبه لا يقصر وفي عبادته بعض الناس أعرفهم أنهم يجتهد جدا في طلب العلم لكنه مقصر جدا في العبادة والأفصحي قد يجتهد كثيرا في العبادة ويقصر في طلب العلم أو غيرها من الأمور فعلى كل حال الفتور أمر طبيعي جدا إن إنسان يقع له فتور بين فترة وأخرى ولكن إذا جاءه هنقل الوقت إن شاء الله نعود للفتور فضل الشيخ وألاج إن شاء الله بعد هذا الفصل بعد هذا الفصل مشاهدينا نتواصل أهلا بكم مشاهدينا مجددا أبرى قناة الشارقة الفضائية في برنامجكم وتواصلوا بالحق وجد الترحيل بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أثمان بن محمد الخميس رئيس مجلس الإدارة بقناة طيبة أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ معنا مكالمات أخي اسماعيل وملا بظبي نعم فضل أباك بالسلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي اسماعيل كيف حاولكم أيها كله تفضل الشيخ أثمان نعم معك الشيخ تفضل الشيخ أثمان أخذك في الله أولا أباك الله تفضل بزيك الله ثم ثانيا عندي سؤال برك الله بكم هل الشيخ يشارك في قناة المستقلة إن شاء الله أو لا في هذا الرمضان هذا ثانيا ثم ثالثا إن لم يشارك لا قدر الله الرجاء ثم الرجاء خاف مني للشيخ أن يشارك في قناة المستقلة ورارك الله بكم نعم إن شاء الله هذا الطلب إن شاء الله هينظر إليه الشيخ أي لا تبار السلام عليكم مكالم أخرى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكم الله خير حياك الله شيخ أثمان إزاكم الله خير نحبك فلا يا شيخ حبك الله عندي فعال شيخنا طريق تسأل عن شون نوفق بين الآية لا تسألوا عن أشياء مثل ذلكم تسأل وبين يعني مثل الأمور اليومية اللي مثلا نسأل عنها المشايف مثلا يقول لي الشيء هذا يجوز المقابل الشيخ ثاني يقول لا هذا ما يجوز فمرات الإنسان يحتار يعني يقول مثلا لا خلاص في بعض الناس يقول لك لا رح اسأل زيادة تأكد بعدين شخص ثاني لا لا تسألوا عن أشياء انتبلكم تسألكم شيخ فيعني لك توضح المسألة هذه إن شاء الله إزاكم الله خير حياك الله نعم أخي عصام من فرأس تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله جزيكم بخير على هذا البرنامج إزاكم الله خير تفضل أخي عصام عندي سوء يوم يصلك نعم عندي سؤالين نعم تفضل أخي عصام يعني أنا أريد أن أسأل عن كيف يوفق المسلم بين عدم الغرور من عمله نعم وعدم احتقاره في نفس الوقت نعم عدم احتقار الذات عدم احتقار العمل وعدم الغرور به في نفس الوقت نعم احتقار والسؤال الثاني يعني عندنا مسجد منحرف عن القبلة نعم ودرة الحراث يعني تتفوت ما بين عشرين إلى خمسة وأربعين درجة نعم يعني ما حكم الصلاة في هذا المسجد نعم سؤال أخر إن شاء الله تسع ما يجعل قبلة الشيخ نعم أخ حماد من الكويت فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا الله حقيقك فضل كيف حالكم شيخ أثمان حقيقكم الله شيخ برقكم أهلا سهلا الله يبارك فيك شيخ أنا نرى استثار الله يبارك فيك نعم فضل شيخ انتشار بين طلاب العلم أن الشيخ أثمان يفتي بعدم جواز مشاهدة المباريات كيف نعم شوالك فيك الشيخ أثمان السلام غير واضح نعم أقول انتشار بين طلاب العلم أن الشيخ أثمان يفتي بعدم جواز مشاهدة المباريات المباريات مشاهدة المباريات المباريات نعم الله يبارك فيكم إن شاء الله الله يزاكم السلام مكالم أخرى محمد الأبوظبي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا كيغاين دي ثلاثة أسئلة السؤال الأول ما حكم مطافحة الرجال السؤال الثاني حليب الإيبي أريد نفذ عنه ما ورد عنه في الغرآن السؤال الثالث إرضاعة أخر بواطفة الشفاطة وليس بالإرضاعة هل يورد الصفات ومع ختمك فيه وهل هو نسل الإرضاعة عن طريق الثدي نعم وشكرا جزينا إن شاء الله أختم محمد السميع الجان قبلة الشيخ نعم مع المكالم أخرى محمد الشمر من الكويت تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الشيخ البعض مثلا الغرات التي تضع الصوت فاضحة وبراجة الفائكية وبراجات التي تضع موسيقى هل هذا من أسبابي الكثرة العاصف للناس في الموضوع هذا السؤال الثاني غير واضح السؤال الثاني يا شيخ نعم بالنسبة الجرائج التي تضع صور صاضحة الجرائج أو الرجل فلكية أو القنوات التي تضع موسيقى هل هذا من أسباب بالنسبة كثرة المعاصف والذنوب والابتياحة عن ذكر الله نعم زينا أما قال الثالث الشيخ بالنسبة النبتة المتشفين للناس هل تخطي الحديث ويلو الذي يكذب بيضحك ويلو الله ويلو الله جاكي عليكم حياك الله أخي محمد تسمع إن شاء الله جاء فضيلة الشيخ نعم مكالمة أخرى أخا عبد القادر من تبك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله خاليكم أنا كلمت في أول المشاركة نعم فسلمت عليكم على الشيخ نعم خضل خضل هذه أسماء المكالمة يعني في أحد الأخوة سأل عن آية كريم تقول لا تنسوا لأ الأشياء التي تجدوا لكم تسعكم نعم فذكر عليك مشروع يهم القرآن الكريم فحبيت أطرح فكرة المشروع على الشيخ اللي هو مشروع فيه مشروع خيانة وتجميع المصاحف الممزقة والتالف هو الضائد على الحاجة وإهدائها لمن يستحق فهي لدى الشيخ عثمان الخميس بارك الله فيه مشكور يعني يحب هذا المشروع في عين الاعتبار بارك الله فيكم وجدكم الله فيه تسمع التعليق إن شاء الله قبيرة الشيخ السلام عليكم الله إياك الله نعم أخ عبد الله من سعودية تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية أولي أقول للشيخ أن يحبك الله نعم وحنا نعم حزن أنصر آلمحمد في الباتوك فيه ما شاء الله تبارك الله أربع مية وعن تلافهم يتمنون الشيخ نعم وكلهم يحيون الشيخ ويشترون الجار الأخير على الجهود على دعاوة في الباتوك لايقصر الشيخ نزاكر الله خير لدي سؤال بطيط للشيخ عن الدعوة في الانترنت يعني مدى أهمية هذا الإنسان المسلم يعني بالذات في الزمان هذا كثرة الحاجة للدعوة عن طرق الإلكترونية وطرق التلفزيون رضا ما تختلف عن طرق في الوقت الماضي بجزاكم الله خير إن شاء الله السلام عليكم عليكم والسلام برك الله فيكم هذا الشيخ نجيب على الأسئلة التي وردت رينا أخ نعود للسؤال الذي توقفنا عنده أبو عبد الحمد من فرنسا ذكرهم الفتور في الدعوة كيف يكون العلاج؟ نعم قلنا أن الفتور في الدعوة يعني أحيانا يتسبب به نفس الشخص يتسبب في هذا الفتور وذلك أنه يبذل نفسه كلها ثم بعد ذلك يتعب ثم يرفع يده كلها وهذه مشكلة حقيقة وذلك كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا ظهرا أبقى وبالتالي تكون نتيجة عكسية تماما بعكس ما يريد فعليه أن يكون رفيقا في الأمور كلها وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالرفق فما كان رفقه في شيء إلا زانه وما نزع رفقه من شيء إلا شانه عليه كذلك أن يكون قويا بإخوانه لا يكون منفردا قراراته وعمله كله انفراد 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 لابد أن ينظم العمل وأن تكون القواعد لهذا العمل وأن يكون معه إخوانه ويتعاونون عن البر والتقوى فإذا ضعوا فقووه وإذا نسيه يذكره وإذا ذكر أعانوه وهكذا فالقصد أنه يحتاج رفق صالحة معه يذكر بعضهم بعض يتواصونه بالحط يتواصونه بالصدر كذلك لابد من تنظيم الوقت ويعطي كل ذي حقا حقه أما أن يجعل وقته كله لشيء واحد ثم يملع يترك هذا الشيء الواحد لابد أن يكون هناك شيء من التنظيم لابد أن يكون هناك ترويح للنفس يروح نفسه ويريحها بين فترتين وأخرى كل هذه الأشياء لعلها إن شاء الله تعمل علاجات تفضل الشيخ عني من الأمور التنويع في طلب الألم أحسنت لكن أيضا هذا التنويع لا يتوسع فيه كثيرا حتى لا يستطيع أن يركز أيضا التركيز أمر مهم جدا الثقافة جيدة لكن أيضا العلم جيد أبدأ يركز أيضا على علم معين يبذل فيه ويجتهد ويتثقف في باقي العلوم لكن من يتثقف في كل العلوم ما أنصح أبدو لابد أن يتركز على علم معين ويتثقف في باقي العلم فأركز لكم فضل الشيخ أخ عبد الله من السعودي فضل الشيخ سهل يقول الحكمة من أن لحم العبل إنها قضى للوضوء طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل لحم العبل ينقذ الوضوء أو لا ينقذ الوضوء أكثر أهل العلم أنه لا ينقذ الوضوء وذهب بعض أهل العلم إلى نقضي الوضوء لكن لن نتكلم عن هذا الآن كمسألة فقهية لكن لن نتكلم عن السؤال نفسه هو من الحكمة الأولا لابد أن نعتقد عقيدة جازمة أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بشيء إلا لحكمة ويتسمى بالحكيم واتصف بالحكمة سبحانه وتعالى ففي كل أمره حكيم وفي كل قوله حكيم سبحانه وتعالى فلابد أن نكون على يقين تام أن الله ما أمر بشيء إلا بحكمة ولأنها أي شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى لكن هذه الحكمة كما قال العلم قد ينص عليها الشارع ينص عليها ربنا تبارك وتعالى تعفق الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستنك أحد من إن اتقيتن فلا تخبعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مر فنص على الحكمة وهي أنه إذا خضعنا في القول طمع الذي في قلبه مر فنص على الحكمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيقة هذا لما قال عن الهرة إنها ليست بنجس ثم ضينا الحكمة فقال إنها من الطوافين عليكم طوافات الطوافات فأحيانا يأتي النص من الشارع نفسه إما من رب العزة تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر